اهلا بحضراتكم مشاهدين في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج حقه المكسح النهاردة حلقتنا بتنقسم الى فقرتين الفقرة الاولى هيكون معنا دكتورة محاسن عويدة اخصائي التخاطب والتدريب ورئيس مركز ابن ابنك للتخاطب والتدريب بالطلبية بفيصل الفقرة التانية هيكون معنا الفنانة صار جمال وهنتكلم عن مشوارها واهم الاغاني اللي بتحبها طبعا التخاطب والتدريب وصعوبات التعلم مشاكل كتيرة بتواجه الناس تلاقي الاب والام ممكن يكون عنده طفل الطفل ده بيبقى عنده تلعصم في الكلام او تأخر في الكلام ومهم جدا لما الاب والام يهتم بالطفل ده ويحاول يشوف المركز الكويس المتخصص ويشوف الاخصائي برضو المتميز علشان يقدر يبنو ابنه بناية سليمة كثير من الناس طبعا زي ما قلنا بيواجه مشاكل كتيرة بعد مثلا سنة ممكن الولد او الطفل ما بيتكلمش خالص ممكن يعدي بعد كده سنة ونص وما يقدرش يقول كلمة بابا وماما يستمر تستمر المشكلة ممكن يوصل لثلاث سنين اربع سنين ما يقدرش يعبر عن نفسه خالص وعلشان كده احنا حابين النهاردة نتكلم عن التأخر اللغوي عند الاطفال في البداية نرحب دكتورة محسن عويدة اهلا بيك يا فندي نورتينا النهاردة في البداية عرفين ابنستك يا دكتورة محسن عويدة خصائي التخاطب وصعبات تعلم ورشاد اوسري البرد الاماك يهلا بيك يا دكتورة طيب في البداية عازك تكلمينا عن مركز ابن ابنك للتخاطب والتدريب واهم تخصصاته مركز ابنك ابني بيهتم بالاطفال ذو احتياجات الخاصة والعاديين بيستخدم معاهم اساليب والبرامج الحديثة لعليك تأخر اللغوي وصعوبات التعلم تمام بيستخدم بيتمتعامل مع كل الاعقاد توحد ودون تأخر لغوي صعوبة التعلم المشاكل النفسية اللي بتبقى عند الاطفال فيه ارشاد اوسري برضو تمام فبناخد كده الاسرة كقولي جميلة دكتورة طيب عايزين نعرف يعني ايه تخاطب فيه كتير قوي ما بيعرفش يعني تخاطب هو التخاطب عملية بيتم فيها تبادل الاراء والافكار بين الافراد والجماعات تمام وهو علم حديث يعني علم حديث بيتناول فيه الافراد اللي عندهم تأخر في نمو اللغة تمام يا دكتورة طيب فيه اسباب كتيرة تأخر الكلام عند الاطفال هل فيه اسباب طبيعية قدت لده ولا فيه اسباب مرضية او ممكن يكون فيه السبابين بس حدك يا الاسباب بتتنوع يعني فيه ممكن اسباب بتبقى خاصة بان فيه مشاكل في السمع التعب في الأذنات في الأذن البسطة متكررة فهذا بيعوق عملية اكتساب اللغة تمام فيه إصابات في متلازمات مرضية زي متلازم الدون أو التوحد دي برضو بتسبب أعاقة في اللغة ما بتأخر في اللغة ما بتكونش اللغة مكتسبة كويس عند الولاد ومتأخرها تمام تمام أحيانا برضو بتبقى فيه حاجات مرضية زي الشفة الأرنبية شقسة في الحل كل دي حاجات برضو بتسبب تأخر اللغة فيه برضو حالات تانية أعتقد أن أنا شفت برضو حالة بيبقى اللسان لازق كده اللي هو ربط اللسان ربط اللسان بس دي مش في الجالب يعني بتكون ممكن السبب يعني حالات بسيطة يعني بس برضو بيبقى داخل فيها شق الاجتماعي اللي هو التفاعل الاجتماعي على الطفل دايما الطفل بيبقى دايما بيبقى مطروك الأم سيبقى قدام التلفزيون الأب مشغول بالشغل والأم في الشغل الولد ما فيش محادسة معاه ما فيش حد بيتكلب يتواصل معاه ما بيختلقتش اجتماعيا فبالتالي اللغة عنده بتتأخر تمام يا دكتورة دايب عزيزين نعرف طرق العلاج يعني خطوة خطوة بص حديثك وأول حاجة الأم لازم تلاحظ إن فيه مشكلة عند ابنها أول ما بتلاحظ إن فيه مشكلة المفروض إن هي بتلجأ لطبيب طبيب مقتص نكتب بناخدها بقى على خطوات كده الأول نكشف سمع نتطمل على إن السمع عنده كويس ما فيش مشاكل بعد كده نروح لمقه وأعصاب نشوف هو فيه عنده مشاكل فيه أحيانا بيبقى عندهم خلايا مش مزبوطة في المقه فيه أسباب شلال دماغي بعد كده بنودخل بقى على الأسباب الاجتماعي الأم تتكلم معه صح بلاش اللغة اللي هي الدلع المبوه وممه والحاجات القريبة دي لا نتكلم معاه طالما وصل للسن سنة نتكلم معاه عادي بقى اللغة عادية نتعامل مع الأقراني اللي زيه وصحابه وممكن يكون أكبر منه عشان برضو يكتسب منه المثقة بالنفس ويقدر إزاي يعرف يطلع الكلام صح بجانب طبعا نبعد تماما عن التلفزيون والموبايل الحاجات دي بقى والكارتون عموما لأن دا بيخلي بيستقبل بس إحنا عايزينه نعبر هو طول ما يقعد باصس ومركز وما توصلش تماما دكتور طيب فيه سن طبيعي للكلام يعني هو عند سنة المفروض أن هو يقول كلمات مفردة تمام ماما بابا أشرب أكل عند سن سنة وصل لسن سنة ونبص لقى أو سن سنة أو سنتين أو ثلاثة وماما تقول هو ما بيتكلمش أو هو ما بيطلعش أصواء كلمات ما بيعرفش أعبر عن نفسه كويس هو كده طبيعي لا طبعا مش طبيعي هو لا المفروض طبيعي هو المفروض طبيعي أنه هو سنة بيقول كلمة سنتين بيقول كلمتين بيعرف يعبر عن احتياجته المفروض أن أنا أول ملاقي كده المفروض على طول ما استناش بقى لسنة أربعة سنين وخمس سنين وأبتدي لما يوصل للمدرسة عشان يقدم أحس بقى أن فيه مشكلة لا أنا أروح بقى أشوف يعني ممكن المشكلة دي تسبب ليه مشاكل تانية في المستقبل طبعا ده هما في الجالب بيكتشفوا الحاجة دي وبيعرفوها لما بيجوا بيقدموا بقى في المدرسة المدرسة تقول لهم لأ لما بيتكلمش محتاجة أخد بيبقى اعتمادهم بقى إني إيه اعتمادهم يقولي إني ابني خالته وكده واتكلم طيب آه نستاذيك معلش الأذان نطلع فاصل ورجعنا لكم مرة تانية متابعينا ونرحب بالدكتورة أهلا بيك يا دكتورة أهلا بيك نكمل حوارنا بقى إيه الحالات اللي حضرتك بتتعامل معها إحنا بنتعامل مع كل حالات بنتعامل مع الدون بنتعامل مع التواحد التأخر العقلي الشلال الدميلي في صعوبات التعلم سواء نمائية أو أكاديمية برضو بنتعامل معها تمام العداء دي جهز لنا الفيديوهات حاليا تمام تمام طيب يا دكتورة يعني إيه تقييم وحضرتك بتعمليه إزاي إزاي بتقييم الحالة اللي قدامك هو التقييم عملية بنلاحظ فيها مراحل النمو بتاعة الطفل والسلوقيات بتاعته وعلى أساسها بنعرف نقاط ضعف وإيه وبنعمله البرنامج بتاعه تمام بالنسبة لي أنا أنا بمسك الطفل كده وهو والأسرة يعني ما باخدش الطفل بس الواحده لأ أنا باخد بقى أسرته كمان معي تمام إن فيه أولاد نتج تأخروا لغة عندهم نتج عن حرمان بيئة تمام لأ أنا أقول له حضرتك هيك دي بقى المشكلة الأزالية اللي بدايما أو السؤال اللي دايما بيكترح الفيديوهات الجاهل ده هي نشوفها على الشاشة معنا هو حضرتك برضو عقبي آآ دي طفل وهو معنا هو آآ دي آيسل تمام آآ آيسل كان التأخر آآ لغوي كان ناتج عن حرمان بيئة تمام كان الآيكو بتاعها كان منخفض جدا نتيجة الحرمان البيئي اللي عندها مش نتيجة آآ حبابة بوية يعني تمام آآ ودي مثل بقى حي لإيه لمجاهدة الأم يعني تمام الأم لما بتبقى مجتهدة تمام يا دكتور طيب مشوفي الفيديو اللي بعده طيب ماشي أوكي يا دكتورة آآ عايزين احنا قلنا طبعا الطفل بيحتاج كم جلسة آآ وقلنا برضو هيتحسن بعد كم جلسة قلنا بقى هيتحسن بعد كم جلسة تقريبا بص هي بتبقى حضرتك فروق فردية آآ مفيش هو مش كرسة أدوية نعرف ده بيتاخد فبعد ثلاث أربع خمس جلسات بيتحسن هي فروق فردية من طفل لطفل فيه طفل ممكن ياخد جلستين ثلاثة أربعة وفيه طفل ياخد سنة فهي ما منقدرش نحدد تمام على حسب قدرات الطفل اللي قدتين طيب حضرتك على مدار مهنتك هل وجهتي فجوة ما بين بعض الأمهات والأطفال أو مرض التخاطب أو مثلا أطفال التخاطب فجوة بين الأم وتفلها يعني عموما آآ فيه فجوة بينهم بتكون في الغالب يعني مثلا بصوا حضرتك في الغالبية ممكن الأم ما بتكونش عارفة إزاي تتعامل مع الوضع آآ يا إما هي عايزة يقعد قدامها وتقوله قول ورايا قول ورايا وطبعا الطفل مش هيقول تماما هي مصممة أنه هو يقول وهو بيخزن يعني ممكن ما يقولش في نفس اللحظة اللي هي بتقوله فيها بس يقولها بعديها بفترة تماما فهنا ما بيبقاش عايزة 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 توضيح بس للأم إزاي طريقة التعامل بتبقى مع ابنها طب وفيه ممكن مثلا حضرتك بعض الحال بتروحي ممكن لبعض الحالات في البيوت لا إن لازم الأمر آآ لا 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 هو إحنا عايزينه أساسا يخرج بر إحنا عايزينه يبقى اجتماعيا أكتر يعني يجي يجي ويتعامل وبالذات إزاي يقدر يبعد عن ماما ويدخل الجلسة الوحدة طب ممكن مثلا الأم لو ظروفها المادية مثلا مش قدي كده ممكن مثلا تقدر تعالج ابنها في البيت بص حياتك هي بتبقى مساعدة هي بتساعد بتنفذ الأخي الصائب يقوله إنما هي صعب إن هي تبقى الاعتماد الكلي عليها لا محتاجة حد يوجيها تمام طيب حضرتك بتقومي بتجميع الأطفال مع أمهاتهم أثناء الجلسات بحيث مثلا الكل يستفيد لا هو هي هتستفيد هي هتستفيد بعد الجلسة أنا بعد الجلسة أولا بيبقى متصور متصورة الجلسة لو حبت تشوف حاجة معينة أو أنا حبيت أوريها حاجة معينة جزئية معينة هي هي شكة فيها أو لا مش متوقع أن ابنها هي تجاوب كده أو بسجلها لها وبورها لها إنما كنا إن هي تدخل معي الجلسة لا هيبقى فيها تشطط للولد بجانب إنها عايزية التحمه أكتر يعني هو أنا بخليه يلتحم أكتر بممته يبقى جوة الجلسة وبر الجلسة لأ أنا عايزية أعتمد إنه هو لأ هنفصل عن مم وبعد ما بخلص الجلسة بقى بقول لها واحد اثنين ثلاثة واتبعي معي كذا في البيت يعني بكأنها هي كانت موجودة جوة الجلسة طيب يا دكتورة أنت حضرتك أشارتي في البداية قلتي إن بعض الأمهات والأباء بشكل عام بيبقوا مشغولين بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عايزين نبعط رسالة ليهم هتقولي لهم إيه أيا كانت السبب اللي هو بيمنعهم إنهم يتواصلوا مع الطفل سواء هو ظروف شغلهم أو التواصل الاجتماعي يدوا وقت معين للأولاد لإن دوت هيجنبهم مشاكل كتير بعد كده أم هيعينوا منها مش هيحسوها دلوقتي يجر قدام شوية تمام طيب فيه كتير بقى من المواقف اللي بنواجهها إن مثلا بعض الأمهات أو الأب والأم يبقوا قاعدين وفجأة كده مثلا الطفل اللي هو مريض التخاطب يعمل مثلا كلمة يتلعسا فيها يروح يتحكوا عليه نقول لهم إيه الجماعة دول هو لو غلط في كلمة هي فيها شكين يعني هم بياخدوها بطريق مثلا ينقضوه بعنف وإزاي بتتكلم كده تتكلم عيدل يا ولد وفيه جزء تاني يتحكوا إيه ده اللي بيقولوا ده بص عيدة إزاي دولا نقول لهم إيه ودولا نقول لهم إيه بالنسبة لللي بيتعملوا بعنف بتفقدوه الثقاف نفسه هو مؤكد لو هو عارف يقولها صح كان ألا المطلوب مننا إن إحنا نخده بالراحة ونعيد له الكلمة من جير ما نقول له الكلمة دي غلط الكلمة غلط نقررها صح وننفذ له الكلمة اللي هو غلط وما نلتفتش لها تاني اللي بقى بيتحكوا كده أنتوا بتثبتوا عنده الغلط بيتعرفوه إن هو النطق بالطريقة الغريبة دي المختلفة عن الآخرين دي حاجة حلوة بتلفت الأنظار ليه تمام وبيبقى مصدق كأنه إيه تحت الاسبوت كده فبالتالي بيستمر فيها بقى بعد كده تمام يا دكتورة طيب إحنا عارفين إن مشاكل الولادة بعض الأحيان بينتج عنها بعض المشاكل هل يوجد سبب حقيقي ممكن يسبب مشاكل التخاطب؟ بصحة يا دكية مشاكل سواء قبل سواء في فترة الحاملة أو بعد الولادة أو بتسبب مشاكل سواء في أدوية إصابات للأمة أثناء الحاملة ولادات متعسرة لف الحبل السوري حولين الرقبة نقص الأكسجين كل دي قوي بتسبب مشاكل في اللغة بعد الولادة طيب تنصح الأمهات بإيه؟ يعنيها نصيحة كده مثلا؟ أنصح الأم إن كل طفلك طفل مميز كل طفل مختلف عن التاني ما تحاوليش تكرنيه تمام بحد هو حالة منفردة بنفسه تمام حاولي دايما تغذيه إنه هو حالته كده لوحده ما قرنهوش لا بأخوه قبله كان بيعمل إيه ولا بعده بيعمل إيه؟ كده هو كده بس بحالته بظروفه وتعاملي معي على أساس كدراته طيب اختلاف مثلا الجنس مثلا عندنا واحد أفريقي واحدة مش عارف مصري أو إلى آخره هل ده بيسبب مشاكل عند الأطفال؟ آه بيتسبب مشكلة أنه هو بيفقد هوية اللغة بتاعته أنا مش عارف أنا أتكلم إيه يعني مثلا لو الأم بتتكلم لغة أجنبية أيا كانت أو خليجية أو حاجة ووقدة متتزوجة من أب مصري لو بتتكلم بلغتها والأب بيتكلم بلغته والتيتة بتتكلم بلغتها طبعا أوه هيحصل له لغبطة كده مش هيبقى عارف هو مش عارف هو طبعا جنسية أوه أنا طبعا بتبص بقى تلاقيه عمد وإيه زي رطانة كده آه كلام مش مفهوم قاعد بيقوله لأنه خلاص هو فقد فقد القدرة على التمييز أنا اللغة اللي أكتسبها تماما وفي مشكلة كمان أنه الأولاد اللي عندهم تأخر لغوي لما اللغة الأم بتاعتهم ما بتكتملش تبص لإيه بنتكليل لغة تانية يتعلم إنجليزي أو فرانسيوي طب هو اللغة الأساسية عندك أنت ما اكتملتش عندك على أي أساس بتديله لغة تانية فدي مشكلة برضو طيب آه آه اللا مبلغة طبعا زي ما قلنا عند الأمهات والأباء بشكل عام وعدم الاهتمام بمشكلة الكلام عند أطفالهم ده بيسبب قلنا مشاكل كتيرة للطفل آه برضو عاوزين نوجه نصيحة تانية وتالتة آآ للأمهات بلاش إنهم آآ يهملوا في أولادهم آآ ممكن برضو حضرتك برضو تنصحيهم تاني وتقول لهم إيه آآ آآ أنصحهم أقولهم آآ آآ الطفل آآ مفروض إنهم يعرفوا مروح النموه كويس أوه آآ آآ عندي سنة يا جماعة هو بيتكلم كلمة واحدة عندي سنتين بيقدر يعبر عن إحتاجاته أنا عايز وما ينفعش إن الماما تقول هو بيتكلم كويس قوي بس محدش بيفهمه غيري محدش بيفهمه غيري دي معنان هو ما بيتكلمش هو لازم الكل يفهمه مش ماما بس مش ماما بس اللي ترجمت اللغة بتاعته طيب الاحتكاك ما بين الأطفال وبعضهم ده بيساعد في حل المشكلة ولا بعض الأحيان بيزيد من من حجم المشكلة أحيانا بيزيد في حالة لو الولد عنده مشاكل في اللغة أو في النطق باترابات نطق معينة وبيدخل زميله في مدرسة أحيانا زميله بيضيقه بطريقة كلامه وبينعته بحاجات بيتنمره عليه أو بيتأثر على نفسيته ونبص نلاقي الولد بيجيله بقى إيه زي تلعصه تماما ما بيقونش اللغة بتاعته بقى تصح وبجانب إنه هو بينطوي بقى طيب يا دكتور عايزين نوجه كلمة أخيرة للأمهات وكلمة يعني للبنات المقبلة على الزواج بالنسبة للأمهات لو في عندك ابن متأخر لوويا ما تعتمليش على مقالة النت وتدخلي وتحاول أنت تطبقي إلا قرتيه على ابنك كل طفل بيبقى ليه حالته وليه الأسلوب اللي بنقدر نتعامل معه فبلاش دايما نقول قرين عن نت قرين عن نت قرين عن نت قرين عن نت من نت مش دايما بيبقى حاجة سليمة طيب ليه البنات؟ لو أعملي فحوصات قبل الزواج تمام ضرورية وتبقي مؤهلة نفسيا إزاي لدور الأم وتقري تكتب كتير عن طريقة التربية وطريقة التعامل للطفل ومراح النمو عشان تقدر تلوحظ طبعا لو في أي اختلاف عن النمو الطبيعي تقدر تكتشفه طيب نقول إيه للأباء اللي هما سيبين أبنائهم ومسافرين أو دنيا لاهيهم بص حديثك السوشال ميديا مكاليش إن حديثك لو مسافر وظروف وأكل العيش والدنيا صعبة أنا ممكن أتواصل عن طريق برضو النت يعود ويتعامل معاه عن طريق الوسائل المرئية وكأنه قاعد معيها كل يوم نقدر نتواصل يعني مش حتة إنه هو بعد يبقى خلاص ما فيش أي تواصل زي ما حديثك بتقعد كده تمسك واتس أو تويتر أو أي حاجة برضو امسك وقت معين وتواصل مع ابنك عن طريق السوشال ميديا طيب هل في حالة من الحالات جات لحضرتك وفقدت الأمل في علاجها؟ لا الحمد لله لا يا جميل الحمد لله لا لا الحمد لله يعني مفيش حالة مفقودة تفقد الأمل فيها يعني هو الأمل إحنا عايشين بالأمل ولازم تدي الأمل للأم حتى لو الولد حالته صعبة حالتك لازم تديها أمل بتقدر بتجيب نتيجة تمام طبعا الفقرة انتهت وإحنا سعداء بوجودك معنا فندم وإن شاء الله تنورينا في حلقات تانية بإذن الله إن شاء الله متابعينا نطلع فاصل مع الفنانة سارة جمال انتظرونا موسيقى